قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين حسن عبدربو إن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعاني من إعياء وإجهاد شديدين كما تأثرت حستي السمع والنطق لديه ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد ويزداد الوضع الصحي للأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ 97 يوما خطورة وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية نظرا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه ورفضه الحصول على المحاليل والمدعمات وأشار عبدربو إلى أن محكمة الاحتلال العليا قد رفضت الطلب الذي قدمته محامية الأخرس أحلام حداد لنقله إلى مستشفى النجاح أو المقاصد وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرة والمحررين إن جهودا مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي بجانب التواصل مع برلمانات العالم للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته